في أخبار أخرى حضر الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريش من خطر الإرهاب اليميني في جميع أنحاء العالم في أعقاب خطط الانقلاب التي قامت بها شبكة مواطنو الرائخ المتطرفة في ألمانيا قال جوتيريش أنه ثبت أن أكبر تهديد للإرهاب اليوم في الدول الغربية يأتي من اليمين المتطرف والنازيين الجدد ومجموعات تفوق البيض بحسب تعبيره وضف أنه يجب أن نكون واضحين وحازمين الغاية في الإدانة لهذا التهديد الذي تتعرض له المجتمعات الديمقراطية في أنحاء العالم